السلام عليكم أخوتي من أحبابكم في فيديو تحفيزي جديد معكم الحسن الصاني محتوى من المغريب نبدأ على بركة الله النجاح لا يأتي لك إذا كنت مرخي النجاح يريد أن تكون ملتازم ومركز على الهدف الخدماء والانضباط لا تتعطي لأي واحد لا يوجد شيء الذي سيعطيه لك أنت تريد أن تأتيها لراسك تريد أن تلتازم وتخدم وسبب الفشل رائع معروف هو أن الناس لا يريد أن ينتازم وينضبطون يريد أن تتعطي لها ساعة من الأخر تقاتل الله تريد أن تصل تريد أن تتعطي لك في عدم لك وقرأتك وكما يريد أن تريد أن تجد أكثر على رياضة وكثيرة في حياتك سيخصيك الانتزام والانضباط أي شيء لا تتعلم سجرة منها وقرأت في المرة الأولى الأهم هو أنك سأتي واحد النهار وتعلم وتعرف كيف تتسل لك رأسك ومن اللي ترى أن ترى الرياضي يصل على نفس الرياضة أو يقرأ حسناً وصل إلى النيفو الذي يتقال في القراءة أو اخرى يتقاط نظر النيفو ونقوم بها ويقوم بحسناً فيه خاصة في تعرف أن تجعل نتيجة هذه الأيال وما ترى أخذنا نضابنا على مسافة الطريق وفي هذا كل شيء يتسابق لكي يصل إلى هدفهم هاد الناس طاحوا وعودوا وناضموا وماستسلمواش لجميع الطرف باش يبانوا ليك في ذاق النجاح اللي هوما فيه وانت من اللي جيتي وشفتيهم بحال عكك قلتي مع راسك تأنا بغيت نقول بحالهم ناجح ومشكلية لك هو انك ومشيتي بغيت تدير بحالهم وفشلتي من اللي جربتي وفشلتي تقدر تقول مع راسك اللي هات الشي ما معطيش لكل شي وانا صعيب عليها لكون ناجح او اللي يكون عندي هدف في الحياة وكاين اللي تقول هادوك اللي ناجحين في الحياة اللي هادوك غستقاتلي هون شوف رغم كي ناجش شي حاجة غستقاتل مش حال من واحد كي بقى تالف وكي يكون ما عرفت شمنين بداه ما عرفت شمن دير وهو غير كون ركز شوية غير قراصو وشي حاجة وقع لك انتي تالف في الاول جرب بزاف ذي الحاجات راه تارولي مشي في واحد طريق وكي ترتاح لها راه دوك الناس اللي ينجحوا فايتين كغير بالخدمة والمبادرة يعني كي يبدوه ما كيتسنوش حتى الغتليه عادي بدوه كي يبدو داك النهار فاشتحت لهم الفرصة الناس اللي كي وصلوه كيديرو ما شي غير كي يعرفو المعرفة بوحده ما كفيهاش التطبيق ديك المعرفة هو اساس النجاح ما حامل واحد عارف ولكن ما كيتبقش تلك المعرفة في الحياة ديالو خاصك تحرك راه ما كيناش شي حاجة تستقاتليك كل شي كي يجيب تخطيط النهار الاول اللي بديت هات الطريق اللي فيها بزاف ديال الحاجات دير بحساب ان هات الطريق اللي فيها الهدف دياللي ما غد تكونش مفرشة بالورد يعني انا كنت مستعد لأي ظروف كما كانت عارف غيجي واحد النهار وغيبقى يقول لك بنادم واشهدا هو داك فلان اللي كان كيتتحوفر مع الوقت ايه خاصة كتقات اللي بغيت توصل مهما كي الحاضر كيف المكان غايفوت وكن متأكد باللي غيجي واحد النهار وتكون في المستوى اللي تتمنى الهدف دياللي من هات الي فيديو اللي كان دير هو نبصد المساجة بزاف ديال الناس اللي تيتفرجوا فيها باش مايفقدوش الامال ويديروا تلك الشي اللي تبغيب بشرط ايكونش حاجة اللي غتزيد بيهم اللي قدام وفي الاخير ديال هات الي فيديو انا عارف باللي متبعيني الناس نقدر نكون كنأتر عليهم بالهدراء اللي تنقل وكاللي هاد الهدراء كتتخليه من لودن وكتخرج من لودن تانية الاهم هو كي نواحد الفئة متبعاني وكتتموطيها هذا المحتوى اللي كان دير وهذه حاجة كتفرح حيث باش تولي مؤتر را ماشي بالامر السهل لكن الى كان الكلام خارج من القلب كيوصل وكيقيس الاكتار يقدر تكون الفليان سور مهم مالاخر كن افضل ما يمكن ان تكون وما تنساش را ماشي عيب هو تخدم في خدمة اللي كتقول ما جاتش معك او لاحيط قريتي حتى عيتي وجيتي خدمتي في الخدمة اللي فيها تمارا وانما العيب هو تبقى مربعي ديك وتسنى يوكلوك والدك وإلى وصلتي حتى الهنا ما تنساش تابونه الى كنتي اول مرة كتشوفني تنساش دير واحد لايك للفيديو مشي تعليق كتشجع لي باش نستمر من قاندي الفيديوهات بحالة مكة والسلام عليكم